بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عرض الروبوت جومترز وبنصل للنوع الرقم 5 اللي هو jointed arm if the arm can rotate about all three axes the robot is called a revolute coordinate articulate or jointed arm robot هنا طبعا احنا زي ما شفنا بدأنا ب three linear واخر نوع وصلنا له three rotational فابلي the revolute coordinates arm can reach things all around it including things above and below it it can serve the largest work area for the smallest floor space الفلور space اللي هو واخده very small compared with the work envelope اللي هو ممكن يتحرك فيه بنشوف ان كل joints بتاعته بتبقى rotational فهنا ادي الالبو rotational motion الشولدر rotational motion البيئز بتاعته rotational motion عايزين نصل بالروبوت ده الى النقطة اللي هي X اللي نقطة اللي في الفراغ اللي احنا بنقدر نوصلها بالانواع الانواع الاخرى هل نصل لها بالنوع ده اللي هي X B12 Y B10 Z B13 فبيقول لي بهذا النوع اقدر اصل لانا شايف R F اصل به لهذه النقطة بس احنا بقى مش هنوصل بالR F احنا نحول كل ده الى rotational motion فهيقول لي ايه ادي عندي بس خلينا نوضح هنا اللي هنا ايه الزاوية اللي انا محتاج انا محتاج الزاوية اللي هي gamma دي اللي هي في الplan اللي هي البيز rotational وبعدين عندي الزاوية بيتا زاية زاية اخرى اللي هي جاية من الجوينت اللي هي بتلف هنا دي بقى في بيتا زاية الفا هنكون هنا في زاوية اسماها الفا وبعدين عندي هنا في الزاوية اللي هي تبقى فاي عشان اقدر اجيب الالبو ده بيلف بقى دي يبقى انا لازم اعرف قيمة الف عشان نعرف نحسب قيمة الزاوية دي تعال نشوف الكلام ده هنا المثلس الاولاني اللي احنا كنا بنشتغل عليه من الاول اللي هو ر و اكس و ز زي ما هو ما شغالين بمن الانواع الثلاثة السابق نيجي للمثلس التاني عايز اجيب الـ فالي يخذ المثلس اللي فيه او ادي الـ اللي هو ضلع و ادي الزد و عندي البيتا هعرف اطلع يبقى انا كده من خلال المثلس دول نعرف نطلع بوبيثيجرس نعرف نطلع الـ و نطلع البيتا و يبقى بكده طلع ندول طب نيجي نقول لك يستطيع الوصول لأي نقطة في الفراغ بأربع طرق مختلفة ازاي الذي هنا ده الـ لو الـ او اوصل لهذه النقطة لو الـ اوصل برضو لهذه النقطة طب لو الـ يبقى عمودي على الشاشة فمش باين لو الـ يبقى اصل لهذه النقطة لو الـ اصل لهذه النقطة يبقى اذن اربع طرق مختلفة استطيع الوصول بهذه النقطة فبيقول لي هنا المطلوب مننا ان احنا نعرف قيمة الزاوية احنا طلعنا بيتا هاي من هنا اعرف قيمة الزاوية الفا عشان اقول ان بالاضافة الى زاوية بتاعة الالب وهي اللي عملت لي الريتش اللي لو وصلني الى هذه النقطة طبعا بالحسابات بسيطة جدا طلعنا الار قبل كده وطلعنا الجاما نيجي نقول الار اف طبعا طلعنا من المثالة الثانية وبارنا عن سكوير رود بتاعة ار سكوير زا زا سكوير طلعت الار اف ساين بيتا وبارة عن الز اللي هو الثلاث تلعنا قيمة البيتا المثالة لحد الزاوية المثالة المفارج الزاوية جبنا كوزين ألفا وكوزين فاي وطلعنا قيمة الزاوية اللي هي ألفا والزاوية اللي هي أفا بيجي يقول لي يبقى اذا عشان تصل لهذه النقطة قال لي البيز أنجل اللي هي من الأول احنا عارفينها اللي هي 39.81 وبعدين عندي الاليفيشن أنجل اللي هي بيتا زاوية ألفا 70 1.91 أنا فين زاوية بيتا هذه زاوية بيتا اللي هي 39.7 جمعت عليها الزاوية ألفا اللي هي 32 14 هتطلع الرقم اللي هي 71.2 وبعدين الريتش أنجل اللي هي اللي هي الفاي اللي هي تطلع ب154 تعال نشوف الكلام ده بيقول لي هو البيتات for the jointed arm robots specified as three angles the base angle اللي هي gamma with the complete shoulder angle اللي هي بيتا زاوية ألفا and the elbow angle اللي هي far كده نكون وصلنا لنهاية هذا المقطع وصلنا إن شاء الله للخمسة أنواع من الكلاسفيكيشن الأولينية بتاعة الروبوت جومتري نراكم إن شاء الله في مقطع قدم السلام عليكم ورحمة الله